لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه أنا أقول هاركم يعني بكل وضوح بكل وضوح هذه إساءة لأول نظامبر إساءة للدستور إساءة للرئيس أصلا الرئيس يقبع في مستشفى في وضع صحي سيء يا جماعة لا يكذبون عليكم يطلع واحد مستشار يقول الرئيس بخير رجعونا إلى الحكاية البوتفلقي الرئيس رهو لبس عليه يا أخويا ديرنا فيديو قصير فيه ترونت سودونت ظهر الرئيس يقول أيها الجزائريون ماذا لو كان بخير عليهم نهرتوش في فيديو قصير يطلب الجزائريين الذهب إلى صناديق الاختراع رح تكون ضربة قوية وقوية لأنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يقف هو بالأجهزة وضع التنفس تبع ويتتنفس بصعوبة كبيرة لذلك لا يستطيعون أن يعملوا شيء لم يجدوا إلا هذا السيناريو أنتعي يجيبوا زوجته ويصوروها علاش جبت زوجته وصورته أولا هو هي سيدة لم تظهر من قبل العلمية وواضح أن الرئيس عبد المجيد تبون ليس من عادته أن يظهر عائلة ولا يظهر زوجته معناها أنتم الذين أظهرتوها الوافق اتخلتم على الوافق على الأمر مثلا أنا أعتقد بأن هذا استنجاد فقط من أجل استعطاف الناس وبعد ذلك أمر آخر أن الفريق السعيد شنغريحة يصوروه بالزي المدني وهو يؤدي حقه هو حق للإستفتاء وليس واجب الانتخاب حولوه فقط إلى واجب يقوم بالإستفتاء متى في تاريخ الجيش الوطني الشعبي أنه رئيس أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والذي هو منصب عملياتي وليس منصب سياسي يأتي بالزي المدني بكوستين ومعهم ليقرد كور ويروح يدير الانتخاب وين صرات هذه وين صرات هذه في تاريخ أنا شفنا في الرئاسية شفتوا الجايد صالح جاي رغم أنه الجايد صالح الله يرحمه كان عنده منصب سياسي كان هو رئيس الأركان وفي نفس الوقت نائب وزير الدفاع أمر آخر الاحتفال باليوم بأول نوفمبر تم الاحتفال في نادي الجيش وشنجريحة لابس الزي المدني من المفروض في هذه المناسبات الفريق الساعيد شنجريحة يكون بالزي العسكري بالله تريد صورة انتاعه هذا هو الصوار وبعد ذلك يقف وبجنبه رئيس المجلس الأمة وبجنب رئيس مجلس الأمة الرئيس البرلمان يعني أنه رئيس مجلس الأمة وفي الوسط بعد ذلك أنت تفتح بهذه الطريقة من المفروض أنه هذا الحفل أنت الجيش الوطني الشعبي أرد أن تعمل حفل وأنا كنت في الجيش وكالجيش الوطني الشعبي يعمل حفلات بمناسبة أي أول نوفمبر وصهراء جميلة وفيها حلويات وكل ناس كل بالزي العسكري أرد أنت كقيادة عسكرية تعملها تعرض العسكريين وتكون بالزي العسكري وحتى تعرض أعضاء الحكومة عادي جدا ولكن الحفل الرسمي تعد دولة الرئيس غايد فيها إطارات يكون رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الشعبي الوطني رئيس الحكومة يقوموا في قصر الشعب بالحفل بهذه المناسبة أنت بهذا الانطباع راك تعطي في انطباع حتى لو كانت تصرف هذا عفوي هذا كلام موجه إلى قيادة الجيش حتى لو كان هذا تصرف عفوي مضربتوا لش حسابات راكم تحتفلوا بهذا اليوم هكذا تظهرون أن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي وأن شينغريحة اللي جايب لجارد كورنتيعو وراه سبعة وراح تروح تفوتي تبرز كأنك أنت رئيس الجمهورية أنت رئيس سعيد شينغريحة أنت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنت رئيس عملياتي أنت ليس لك الحق في المناسبات الكبرى هذه اللي يحضر فيها رئيس جمهورية أو تحضر فيها القيادة العلية تكون بالزي المدني مهل هذا كله من أجل محاولة استعطاء الجزائريين هما عرفوا بأنه هناك مقاطعة من ثلاث طبقات اللي ذكرتها في الأول وهناك جبهة واسعة رافضة لهذا الدستور وأنتم تعرفوا على شرفين هذا الدستور أن هذا الدستور دستور مصخرة حقيقة والله العظيم الجزائر أكبر من أن يحكمها هذا الدستور هذا الدستور اللي يستهدف هوية الدولة وحتى في أخطاء في الشكل وأخطاء كثيرة أنت في يوم في يوم أول نظمبر الذي حرر فيه وانطلقت فيه الثورة جيب لي تستفيلي على دستور هو عبارة عن مواد تسير السلطات ما هو مصير للدولة الجزائرية يراه فيه مواد دستورية من أجل تسيير الدولة فقط وإعطاء الإطار العام لقوانين الدولة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله